السلام عليكم وحمد الله وبركاته إخواني وأخواتي المترشحون والمترشحات للمسيحان الوطني 2020 أحرار إذن دائما نزولا عند طالبكم بإنجاز فيديوهات تتعلق بمعلوميات التدبير الانفورماتيك دي جيسيون اللي كتحط في الأشغال التطبيقية سنكمل يعني لفونكسيون ديكسل اللي كيكونوا في المسيحان التطبيقي إذن توقفنا عند لفونكسيون سي بيانسور لفونكسيون سي لسينتاكس ديالها كيف ما شفنا في الفيديو التاني كيكون دائما على الشكل التالي إذن سي بيانا قوسين لترواز الارجيمن الارجيمن الول هو لكونديسيون اللي باللون الأخضر هذيك لكونديسيون ست ان تست يعني كنديرو ان تست كان هذك لتست لفونكسيون سي فالوغ اللي غترجع لنا لفونكسيون سي هي لفالوغ اللي كتكون مكسوبة في المكان اللي بالأحمر إذن مكسوبة فالوغ سي كونديسيون ني با غمبلي يعني القيمة إذا كان الشرط غير محقق إذن هالشي اللي شفنا وشفنا بأن لفونكسيون اللي هو الشرط اللي كتحقق منه لفونكسيون سي يعني كيكون على شكل مقارنة وبالتالي راح نعطينا في الفيديو الثاني جميع رموز المقارنة اللي كنتستعملو في الكسال إيقال آ ها هو الرمز ديالو على شكل يساوي ديفيرون على شكل أصغر وقدامو أكبر هذا هو الرمز ديال ديفيرون وقدت لكم بحلقة أونا انفورماتي كنديرو الرمز ديال ديفيرون ماشي هاداك الرمز ديال الريادية اللي كنعرفو سيپريور آ آ كداليك انفريور أو إيقال ولا سيپريور أو إيقال دونك آ آ شفنا يعني تذكير بالاسينطاكس يعني البينية ديال لفونكسيون سي دابا غان مشي و نشوفو آ 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 باسيط اللي كنا توقفنا عندو في الفيديو الثاني إذن لأجزمبل هو هذا أن نستطيع سي الجو ده جردو يتين لندي إذن هنا في هذا المثال نستطيع واش اليوم يعني اللي حنا فيه واش هو يوم الاثنين وسلون الرزلطة ووفق النتيجة رنvoyي une réponse يعني سي ترجع لنا جواب une réponse أبخبخية يعني جواب بطبيعة الحال مناسب ستاكزمبل إكسпрيمي ان تانك فورمول إكسل يعني قلك هاد الميسال المعبار عنه على شكل فورمول ديال الإكسل ندان سي يعني لا فورمولاسيون ديال هاد الإكسرسيس كتكون بهاد لا فورمول اللي خسنا نكسبو في الخالية يعني في السوليل اللي بغين فيها النتيجة إذن ضروري قلنا أي فونكسيون سي كتبدا بيساوي إذن لاحظوا معايا هنا عدنا لتروى زارجيمون لأن ضروري سي فيها تروى زارجيمون إذن لارجيمون الليول هنا قلنا إشنا هو 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 الشرط هنا شنو عندي إلا لاحظوا عندي دو فونكسيون يعني الشرط يقدروا يكونوا فيه أخر فونكسيون ديال الإكسل إذن هادو فونكسيون جداد بالنسبة لكم اللي ما عمرو شافهم غدي نشرحهم عندي فونكسيون اللولة هي جوغ سام جوغ سام يعني هي كلمة مركبة من جوغ اللي هو اليوم وسام يعني السمان يعني الأسبوع هادي لفونكسيون اللولة وكتلاحظوا جنا أي فونكسيون كيكونوا فيها قوسين ولزارجيمون ديالها كتلاحظوا بأن هاد جوغ سام عند دوز سارجيمون إذن لارجيمون اللول هو أجوغ دوي وكين بوان ولارجيمون تاني هو دو إذن لارجيمون اللول ديال هاد لفونكسيون جوغ سام بدورو عبارة عن فونكسيون اللي هي لفونكسيون أوجردوي إذن إرلاحظوا لفونكسيون أوجردوي تهي بين قوسين إذن فهي فونكسيون هاديك أوجردوي ستين فونكسيون فليكسال جربوها ديرو في سيوليل يساوي أوجردوي أنتر بارانتاز أشنو غاد يتعطيكم اللي غاد ديال اليوم اللي إحنا فيه يعني غاد سعطيك لادات ملي كان نقول لادات يعني لو جوغ أو لو مو أو لاني ثم لارجيمن تاني ديال جوغ سام مكسوب إثنان إثنان علاش مكسوب إثنان بش نقول لفونكسيون جوغ سام ووالا كيفاش غاد يترجع لنا يعني لا 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 اللي غاد يترجع ملي كان نديرو إثنان إلا كالحد غترجع لنا طبيعة الحال إلا كان الإثنين غترجع لنا واحد كان الثلاث غترجع لنا إثنان كان مثلا ثلاث كيفاش غاد يترجع لنا ثلاث إلى آخر إذن هكذا يعني بحال في هذه الحالة يعني او جوغ دوي إلا كان مثلا اللي هو يوم الاثنين إذن جوغ سام أش غترجع لنا غترجع لنا واحد وبالتالي عدنا إيقال واحد واحد شنو غيساوي واحد غيساوي واحد إذن هنا الشرط محقق إذن مدام الشرط محقق إذن شكونا غال الارجيمون اللي غادي تحقق واش التاني ولا التالت التاني بطبيعة الحال لأن قلنا الارجيمون التاني كيتحقق إذا كان الشرط محققا وبالتالي هش غترجع لنا لفونكسي سي كاملة غترجع لنا ست غابور ايكزيكيتي وإلا كان اليوم مثلا يخالف يوم الاتنين إذن مثلا نعتبر بأنه مثلا يوم تولتاء إذن او جوغ دويش غترجع لنا غترجع لنا تولتاء وبالتالي جوغ سامش غترجع لنا غترجع لنا الوردر يعني ديال نميرو دوردر ديال تولتاء اللي هو اتنان ولا فونكسيان سي كتتحقق هل اتنان يساوي واحد لا إذن في هذه الحالة اللي غترجع لنا لفونكسيان سي هو الارجيمان الثاني غترجع لنا دو رابور اوكزيكيتي دون نتمنى تكونوا فهمتوا هاد المثال هاد و بطبيعة الحال قبل ما نكملو كنتمنكم يعني متبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم للمزيد من طبيعة الحال الفيديوهات دونك نكملو جو بوفي كونستاتي كلان تست لرزولتا ديال فورمول اننا ينو والور ديال هاد يلي قتلكم إذن هنا في هاد المثال لتست ديالنا هو أننا كنتستيو النتيجة ديالوحل الفورمول اللي هي جو سام entre پارنتاز اوجردوي point virgul 2 إلساجي دين فورميل هنا إذن هنا هاد فورميل دابالآن غادي نشوفو لفونكسيون سي امبريكي وهاد لبارسي هي البارسي يعني شوية الأصعب يعني دكشي اللي كيت تعطاكم في المسيحان ولكن غا نحاولو بطبيعة الحال نشرحوها بشكل سالس ومبسط إذن لفونكسيون سي امبريكي يعني لفونكسيون سي المتداخلة فيما بينها vous avez probablement déjà rencontré la situation qui exigeait de mettre plusieurs fonctions سي لزن dans les تسعمل بزاف دي لفونكسيون سي بطبيعة الحال إل إل ساجي مام دين سيتيation توت أفه كورانس جل كود دي هاد الوضعية راها طبيع الحال عادية في المجال ديال لإكسل يعني إفكاس يعني فعالة بطبيعة الحال إدن عدنا أول فقرة لإutilisation دي بالي إدن بطبيعة الحال يعني la fonctions سي فيها دي بالي كما نشوف بور فار سامبل كمانس بار اجزم براتيك إدن لتبسيط الامور غادي نبدأ بوح المثال تتفيقي هاد المثال تتفيقي شنو كي قولينا بوولي grouper لتبسيط داب لعب سكور غادي بغيتي مثلا جمع دي براب يعني دي براب مسائل على حسب سكور دي لهم pour pouvoir لعب أتربية اين priorité عفوان pour لعب أتربية une priorité يعني بغينا تجمع هاد المسائل على حسب سكور دي لهم باش تعطيهم priorité يعني أولوية donc les group sont les suivants المجموعة سيكونوا على هاد الشكل إلا كان عدنا سكور inferior à 5 يعني صغر من 5 غنقول بأنه عدنا priorité فابل يعني عدنا أولوية ضعيفة إلا كان سكور ما بين 5 و 10 غنقول بأنه عدنا أولوية متوسطة priorité موين وإلا كان سكور ما بين 10 و 15 غنقول بأنه عدنا priorité hot يعني أولوية عالية وإلا كان عدنا سكور superior 15 يعني عدنا priorité absolute يعني عدنا أولوية مطلقة إذن كتلاحظو هنا بأنه عندنا 4 مجموعات voilà سي انسوي سرازنمن على لاتر غل كو دي لات بعنا هد رازنمن حرفي ان va سرود خوفي avec ن فرمول qui ressemblera أ سل سي غل ki لات بعنا هد شي اللي دقال في هد لبسي exercيس راه غنحصلو على هاد لفونكسي سي يعني غدين سعملوا فونكسي متداخلة في ما بينها إذن ها هي مكتوبة هنا بالأخضر إذن إذن هن اشنو قلنا في الفيديو اللي قبل وفي بداية هد هد الفيديو هاد قلنا بأنه با فونكسيان سي فيها تروى زارجيمون إذن كيكون عندنا الشرط والارجيمون الثاني هو اللي ترجع سي إلى تحقق الشرط والارجيمون الثالث هو يعني اللي كي ترجع لفونكسيان سي إذا لم يتحقق الشرط إذن هنا الارجيمون اللول اللي هو la condition A1 أصغر من 5 إذن هنا اشنو كتدير لفونكسيان سي اللولة كتتحقق واش القيمة اللي كينا في الخلية يعني لسولي A1 واش صغر من 5 إذا كانت صغر من 5 أشنو غادي ترجع لنا غترجع لنا Priority Fable يعني ها هي هنا Priority Fable بين مزدوجتين لماذا؟ لأن في الفيديو السابق قلت لكم جميع جميع يعني التكست بين مزدوجتين كيرجع كيفما تكسبو لأنه لكسل من اللي كيشوف بين مزدوجتين كيعرف بأنه نص يجب إرجع كما هو إذن هنا A1 صغر من 5 سترجع لنا Priority Fable وبطبيعة الحال إلا رجعنا للمعطاية التمرين ها هي إلا كان هنا score صغر من 5 سترجع Priority Fable يعني أولوية ضعيفة نكمل سيبوزون A1 لا فالوغ ديالها ماشي صغر من 5 مثلا فالوغ ديالها 9 إذا نفد الحال سي الأولى شغل دير غد تستي واش 6 صغر من 5 نو إذا 6 ماشي صغر من 5 غد جيل هنا يعني غد تستي لارجيمون الثاني لارجيمون الثاني شنو فيه فيه C A A1 أكبر من أو يساوي 5 وعدنا A1 أصغر من 10 إذا هنا باش نفتح وحل القوس كتشوفوا بأنه عدنا A A ست تستعملوا بزاف مع Fonction C حيث مثلا يكون عندك شرطين وهذا مثلا تقول إذا تحقق الشرط الأول والثاني و و و و أ تستعمل A هنا لدينا شرطين يعني نحن نحن أكبر من أو يساوي 5 وفي نفس الوقت و صغر من 10 هذا ستعملنا A إما Vray ولا Foo والسانتاكس ديال مرأيلي سامبل إلا لاحطوا A هاي غادي نكبر هم زيان باش بليكم A أشنو فيها هنا فيها دوز Argument لي كيكونوا عبارة عن مقارنة l'argument اللول هو A1 أكبر من أو يساوي 5 وال l'argument الثاني هو A1 أصغر من 10 إذن هاد A بحل وطبيعة الحال فيها شرطين إذن أشنو قلنا قلنا لفالور ديالنا كتساوي 6 إذن أشنو غدير غدتحقق واش 6 أكبر من أو يساوي 5 إذن نعم 6 راه أكبر من 5 وغدجي غدتفيري في واش 6 صغر من 10 نعم إذن 6 في نفس الوقت صغر من 10 وكبر من 5 صغر إذن أشنو غدترجع لنا غدترجع لنا Vray وVray تتساوي Vray لأنك ياتبين Vray يسميك مدام Vray كتساوي Vray يعني هنا هاد الشي اللي مكتوب هنا هو الشرط ديال la فونكسيون C مدام Vray كتساوي Vray إذن الشرط محقق وبالتالي هاد la فونكسيون C الثانية غدترجع لنا أشنو غدترجع لنا Priority Moyen غدترجع لنا Priority Moyen غدتأكدو هنا وش صحيح على حسب معطيات إذن ها هي Priority Moyen غدترجع لنا ما بين خمسة وعشرة وفريمون راست ما بين خمسة وعشرة ووالا سيبوزان دابا سميسو سيبوزان مثلا عندنا A1 11 إذن 11 بطبيعة الحال La Function C ولا Lexel عفوا غادي سوتي يعني غينقص كما كان قولو بالدارجة La Function C اللول ولا Function C الثانية وغيجي ل La Function C الثالثة غيشوف عود ثاني A عندنا A قلنا 11 لفالور ديال A1 وش 11 كبار من أو يساوي عشرة نعم و11 في نفس الوقت وش صغر من 15 نعم إذن A غترجع لنا Vray وVray كتساوي Vray إذن La Function C الشرط ديالها محقق وبالتالي أشنو غادي ترجع لنا غترجع لنا Priority Hot والرجع المعطيات الشيو صحيح إذن فعلا Priority Hot كتكون من اللي كيكون score ما بين 10 و15 وحنا قلنا رعطينا 11 و11 ما بين 10 و15 قلنا ناخد مثال مليك score مثلا 17 إذن إذا كان score 17 راه Excel va saute غينقز لنا جميع لC وغيمشي مباشرة لC الأخيرة C الأخيرة أشنو عدي هنا عندي A كذلك غادي يفيري واش 16 كبر من 15 نعم وفي نفس الوقت 16 صغر من 20 نعم إذن A سترجع لنا Vray وVray كتساوي Vray إذن الشرط C محقق وبالتالي C سترجع لنا Priority Absolue وهنا رقنا في المعطيات Priority Absolue كتكون مليك يكون سكور سيپيريور أ 15 لأن نحنا خدنا المثال 17 إذن وهنا كتلاحظ ها هما شا العدي من قوس هنا عندي أربعة الأقواص لأنه عندي أربعة لفونكسيون C إذن آخر قوس هو C الأولى اللي من بعده C الثانية اللي من بعده C الثالثة واللي من بعده C الرابعة ها هكذا هكذا نسميهم DC أمريكي يعني متداخلة فيما بينها إذن سنكسافي بهذا القدر طبيعة الحال وإن شاء الله سنكمل يعني إلى ذلك الحين فعلوا اشتراككم جزاكم الله خيرا لتشجيعي وشكرا شكرا